لا تسهوا الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد السلام عليكم أسعد الله وقاتكم بكل خير يا أهلا وسهلا بمشاهديني ومتابعيني في كل مكان أحييكم ورحبكم في شرح جديد لفيديو جديد طبعا في شرح السابق أو في شرحاتي السابقة شرحتكم تطبيق الترجمة الخاصة في تطبيق أبل ولكن في هذا الشرح سأشرح لكم كيف نستطيع ترجمة أي نص نبغى دون الاتصال بالإنترنت الطريقة سهلة ورائعة شرحت أجبكم وتنال على إعجابكم لكن قبل ما أبدأ في الشرح لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة لدعم نعود الشينا ولكي نقدم لكم كل ما هو فيديو جديد في شرحات الآيفون طبعا أولا نحن ندخل على الإعدادات أو الخطوة ومن ثم ومن ثم تطبيق الترجمة الخاص بأبل ومن ثم يا أصدقاء العزاء نختار اللغات التي تم تنزيلها عشانة نقدر ننزل أي لغة نبغاها تمام هنا عندنا العربية طبعا أنا مننزلها سابقا طبعا هذه نزلتها كده للتجربة طيب والإنجليزية أهم شيء طيب كيف ننزل لغة جديدة نلمس بمتصف الشاشة نلقى أكثر من اللغة مثلا لنفتغى ضرروسية مثلا نقول لعلك يا صديقي أنك تضغط عليها ضغطتين خلاص الآن هي تم تنزيلها وإذا تم تنزيلها رح نلقاها فوق عند اللغة اللي هي لغة العربية والإنجليزية والأشياء هذه طبعا للأسف ما راح يعلمك أنه تم تنزيلها خمسة بالمئة ستة بالمئة فهذه ما راح يعلمك إيها للأسف طيب يا صديقي أو يا أصدقائي ثاني خطة معنا تنزيل نمط الترجمة على الجهاز نمط الترجمة على الجهاز هي تكون متوقفة نسوي لها تشغيل طبعا فكرتها أنه أترجمة دائما دون الاتصال بالإنترنت باستخدام اللغات التي تم تنزيلها قد لا تكونت تمام الترجمة بلا إنترنت عندما تقوم بتشغيل هذه الخاصية طيب آخر الخطوة راح الأعدادات نقوم بإيقاف الواي فاي واي فاي متوقف تمام الأعدادات صفحة الترجمة ولا ندخل إلى تطبيق الترجمة الترجمة استماع وا استماع استماع العربية تحديد العربية تحديد العربية تحديد اللغة زر نختار تنبيل شحن إغلاق التي نحن نبغاها استماع العربية تحديد العربية زر تحديد اللغة الأسبانية الأنجليزية المملكة الأنجليزية الولايات المتحدة زر اختارها تحديد اللغة زر العربية زر كتاب كتاب اشتركوا في القناة